يتوجه الأمين العام لجامعة دول العربية سيد أحمد أبو الغيط إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخريجية العرب رئيسة دولة الكويت رئيس الحالي لدورة مجلس جامعة دول العربية وقال الأمين العام المساعد لجامعة دول العربية السفير حسام زكي إن هذا الاجتماع الوزري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لا تصدر عنه قرارات بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقييد بجدول أعمال وذلك في إطار تعزيز التشاوري وتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات